ضمن استعدادات مصر للمنتدى الحضري العالمي شهد محافظ القاهرة إبراهيم صابر بدأ تشغيل متنزة الجبخانة الذي تم تحويله من منطقة غير أمنة إلى منطقة مفتوحة للتنزه وممارسة الرياضة لأهل منطقة عزبة خير الله بمصر القديمة والبستين بتكلفة تقارب 40 مليون جنيه جاء ذلك بحضور السفير الفرنسي بالقاهرة وممثلي للتحاد الأوروبي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرة المزيد من التفاصيل رصدها لنا مرسل دي أمسي مصطفى سعد نعم منذ قليل شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بدأ تشغيل حديقة الجبخانة والمناطق المطورة الأخرى التي كانت غير آمنة والتي تم تحويلها إلى مناطق آمنة والتي تضم بعض الملاعب المختلفة والأماكن المفتوحة الخضراء وملاعب الأطفال والمسارح والأماكن الأخرى التي تقوم على جودة وتطوير خدمة الحياة المقدمة للمواطنين المتاجدين في هذه المنطقة والمناطق الأخرى والتي يصل تكلفتها إلى ما يقرب من 40 مليون جنيه بالتعاوم بين محافظة القاهرة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وأيضا ما بين الوكالة الفرنسية الممولة والمدعمة من الاتحاد الأوروبي بالتواذي مع هذه المشروعات يأتي أيضا المشروعات الأخرى التي تم تنفيذها وتم افتتاحها منذ أيام قليلة ومنذ شهور قليلة أيضا تقوم على خدمة وتطوير الحياة المقدمة للمواطنين من 8 مشروعات متواجدة في منطقة الزاوية الحمرى منطقة البستين المناطق الأخرى المختلفة هذه المشروعات المختلفة التي تتمثل في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي مشروعات تطوير المدارس الحكومية مشروعات أيضا تطوير الطرق والكبار والأنفاء المؤدية إلى هذه المناطق المختلفة وهناك الكثير من هذه المشروعات التي تأتي ضمن خطة المحافظة التي قامت بها القيادة السياسية بالتوجهات إلى كل المحافظات ليس فقط محافظة القاهرة لكن إلى كل محافظات الجمهورية بالتطوير إلى تقديم هذه الحياة المطورة المقدمة لكل المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية هذه المشروعات الأخرى التي تأتي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية يصل تكلفتها إلى ما يقرب من 110 مليون جنيه ويغدم ما يقرب من مليون مواطن في هذه المنطقة والمناطق المختلفة